وقعت هيئة البحرين للسياحة والمعارض اتفاقية مع شركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات وذلك لإدارة وتشغيل مشروع الواجهة البحرية لساح القلالي والمزمع افتتاحه في الربع الثاني من العام الحالي 2024 وبهذه المناسبة أكدت سعدة السيدة سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن هذه الشراكة بين الهيئة وشركة إدامة تأتي في إطار جهود تعزيز التكامل بين القطاعين السياحي والعقاري ودعمهما بما يتوازن مع ركائز استراتيجية السياحة لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026 وبالأخص المتعلقة بالعمل على الواجهات والأنشطة البحرية وعبر تنوع وتطوير عناصر الجذب السياحي بما تتضمنه من مشاريع وفعاليات والتي من شأنها استقطاب المزيد من السياح من جميع أنحاء العالم ومواصلة جذب الاستثمارات التي تثري مسيرة التنمية السياحية في مملكة البحرين من جانبه أعرب سيد كريستوفر كيلبريت الرئيس التنفيذ لشركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة عن سعادته بالتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض وبأهميتها في دعم نهضة واستدامة القطاع السياحي وتنوع مقوماته الساحلية بشكل خاص مؤكدا حرص إدامة على استثمار خبراتها المتراكمة في مجال إدارة وتشغيل المرافق السياحية من أجل تحقيق أفضل العوائد السياحية بمشروع الواجهة البحرية لساحل قلالي بما يسهم في دعم الجهود التي تبدرها الهيئة لتطوير قطاع السياحة ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير مرافق سياحية بمعايرة عالمية ترسخ مكانة المملكة السياحية عالميا ترجمة نانسي قنقر